هذه هي الحلقة الثالثة والثلاثون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة الرسالة من العراق من الأخ العزيز أحسين الزهرائي ويبدو أنها من كربلة الكثير من الأخوة يسألون عن مقام سيدنا الشهيد المحسن بن علي صلوات ربي وسلامه علي وحدث لغط بهذا الشأن وهناك من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من أنه عليه السلام إمام ومقامه كمقام الأربعة عشر عليهم السلام وأن مقام إمامته سيظهر في الرجعة وما يستدلون به على إمامته ما جاء في كتابي الأنوار العلوية للشيخ جعفر النقدي في الصفحة 433 وفي الرواية لو أن فاطمة عليها السلام ولدت ألف ولد ذكر لكان كل فرد منهم إمامه ولكن لو رجعنا للقرآن كما أمروناهم عليهم السلام كي نتنكب الفتن فإن مقام الإمامة خاص بالأئمة الأربعة عشر وعلى سبيل المثال ما جاء في سورة الفجر في الآيات الأولى بعد البسملة وفيها بوضوح سلسلة الأئمة الأربعة عشر والفجر وليال عشر والشفع والوتر بحسب ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة في تأويل قرآنهم في تفسير قرآنهم الفجر قائم آل محمد وليال عشر كما جاء في الرواية من الحسن إلى الحسن من الحسن المشتبى إلى الحسن العسكري والشفع علي وفاطمة والوتر رسول الله فهذه سلسلة الأئمة الأربعة عشر هذا أولاً وثانياً هناك من الأخوة يقيسون مقام المحسن عليه السلام بالإمامة الإبراهيمية الذي جاء في الآية مية وأربعة وعشرين بعد البسملة من سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالم فيقولون إمامة المحسن صلوات الله عليه المذكورة في الحديث على فرض صحته إنه الحديث الذي جاء في كتاب جعفر النقد فيقولون إمامة المحسن صلوات الله عليه المذكورة في الحديث على فرض صحته إنها كالإمامة الإبراهيمية متفرعة عن إمامة الأربعة عشر عليهم السلام الذين هم تعريف إمامتهم ما جاء عن صاحب الأمر صلوات الله عليه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك وهذا جاء في دعاء شهر رجب مرويا عن إمام زماننا فمما تقدم ينتج لنا مجموعة أسئلة ما صحة رواية كتاب الأنوار العلوية وعلى فرض صحتها كيف نفهمها ما هو مقام مولانا السبط المحسن صلوات الله عليه بغض النظر عن هذه الرواية وهل يمكن أن نقول عن إمام كإمامة إبراهيم وهل هذا القياس جائز وهل يمكن أن نقول عن قمر بن هاشم عليه السلام إمام بمعنى الإمامة الإبراهيمية المتفرعة عن إمامة الأربعة عشر مع ملاحظة أن منزلة قمر بن هاشم في حديثهم الشريف أعلى من منزلة جميع الأنبياء والمرسلين وقطعا ليس الحديث عن نبينا صلى الله عليه وآله التوقيع التوقيع إحسين الزهراء نبدأ من كتاب جعفر النقد الذي جاءت فيه الرواية هذا هو كتاب جعفر النقد الأنوار العلوية وهذه الطبعة طبعة انتشارات الشريف الرضي قموا المقدسة صفحة أربعمية وثلاثة وثلاثين هذه هي الرواية في آخر الصفحة وفي الرواية ما هي الرواية لو أن فاطمة عليها السلام ولدت ألف ولد ذكر لكان كل فرد منهم إمامة هذه هي الرواية التي جاء السؤال عنها هذه الرواية ليست موجودة في مصادرنا الأصلية المعروفة حينما أتحدث عن مصادرنا الأصلية المعروفة إنني أتحدث عن الكافي وأخوات الكافي كتبنا الأصلية لا توجد هذه الرواية فيها أتحدث عن الكتب المتوفرة في زماننا وبحدود معرفة وإطلاعي على هذه الكتب وهذه الرواية لم يشخص جعفر النقد مصدرها الرواية تذكر على الألسنة لا يوجد فيها ما يبعث على رفضها لأن الرواية هكذا قالت لو أن فاطمة ولدت ألف ولد ذكر وهذا لم يتحقق على أرض الواقع لو أنها ولدت لكانوا أئمتان لكنها ما ولدت إلا حسنا وحسين والحسن والحسين إمامان قام أو قعد أما المحسن فإنه لم يولد وقصته معروفة لقد سقط جنينا إنها جريمة الصحابة أصحاب السقيفة الذين قتلوا فاطمة تعذيبا بين الباب والجدار وأسقطوا جنينها لو سألني السائل هل تقبل الرواية نعم إنني أقبلها عندنا وأقرأ عليكم من الجزء الخامس والستين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الرابعة والخمسين إنه الحديث السابع والتسعون بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال 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 رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي قبض فيه لفاطمة يا بني بأبي أنت وأمي أرسل إلى بعلكي فادعيه لي إلى أن يقول رسول الله لفاطمة ولكن قولي كما قال أبوك على إبراهيم تدمع العين وقد يوجع القلب ولا نقول ما يسخط الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون يتحدث عن ولده إبراهيم وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون ولو عاش إبراهيم لكان نبيا لو عاش وهذا الحديث موجود في كتبنا وموجود في كتب السنة أيضا وفي كتب السنة ولو عاش إبراهيم لكان صديقا نبيا المضمون هو هو فالأنبياء صديقون ولو عاش إبراهيم لكان نبيا لو عاش فهذا المضمون يرد في الأحاديث من أن أبناء النبي إبراهيم وغير إبراهيم لو أنهم عاشوا لكانوا أنبياء لكنهم ما عاشوا لم يتحقق هذا على أرض الواقع لهم منزلتهم فهم أولاد محمد صلى الله عليه وآله لكننا لا نقول عنهم من أنهم أنبياء لو عاشوا لكانوا أنبياء الكلام هو هو بخصوص المحسن مثل ما جاء في الرواية التي ذكرها جعفر النقد في كتابه الأنوار العلوية لو ولد المحسن لو ولد المحسن لكان إماما هكذا تقول الرواية لكن المحسن لم يولد لقد قتلوه جنين فلا يوجد شيء يجعلنا نشكك في الرواية فهذه الرواية مثيلتها وأختها التي قرأتها عليكم من بحار الأنوار لو عاش إبراهيم إنه إبراهيم ابن رسول الله لو عاش لكان نبيا لكن إبراهيم توفي صغيرا لو ولد المحسن لكان إماما لكنه سقط جنينا ولم يولد فلا نثبت هذه الصفة له إنه ابن علي وفاطمة والنبي الأعظم هو الذي سماه بالمحسن إنه شهيد الدفاع عن ولاية أمير المؤمنين فاطمة قتلت دفاعا عن الغدير وأسقط المحسن في هذا الطريق إنه شهيد بيعة الغدير شهيد الولاية العلوية منزلته تجعله رمزا رمزا لبيعة الغدير ورمزا لظلامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ورمزا لمشروع القربان الذي صار بديلا عن مشروع بيعة الغدير لأن الأمة قد غدرت بمشروع الغدير فجاءت الخطة البديلة إنه مشروع القرابين وهذا العنوان استله من كلمة عقيلة بن هاشم حينما حينما خرجت ليلة الحادي عشر من شهر محرم في السنة الحادية والستين من الهجرة خرجت في ذلك الليل البهيم حتى وصلت إلى جسد الحسين ووضعت يديها تحت ظهره الشريف ورفعت الجسد إلى السماء اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان طلائع مشروع القربان بدأت مع الشهيد الأول من شهداء هذا المشروع إنه المحسن الشهيد لأن المحسن استشهد قبل أمه أسقطوه جنينا قتلوه جنينا وبعد ذلك ماتت فاطمة من الضرب والرفس والتعذيب وما جرى عليها في واقعة الباب والجدار وهل يمكن أن نقول عنه إمام كإمامة إبراهيم هذا الكلام لا محل له من الإعراب بحسب ما بينته قبل قليل وهل يمكن أن نقول عن قمر بني هاشم إمام بمعنى الإمامة الإبراهيمية المتفرعة عن إمامة الأربعة عشر عليهم السلام ما المراد من كلمة إمام إذا كنا نريد من كلمة إمام المعنى الحقيقي فهذا لا ينطبق إلا على الأئمة الأربعة عشر محمد علي فاطمة وولد فاطمة من المجتبى إلى القائم هؤلاء هم الأئمة الحقيقيون فإذا أردنا أن نستعمل هذه اللفظة بالمعنى الحقيقي فإنها لا تنطبق إلا على الأربعة عشر صلوات الله عليه إذا أردنا أن نستعمل كلمة إمام بمعنى آخر بمعنى يكون مجازيا فيه شيء من التساهل والمسامحة بحسب المعنى اللغوي فإن الإمام هو الشيء الواضح البين الذي يوضح المقصد والاتجاه بحيث أن الناس يتوجهون إليه الإمام عالم الإمام علامة إذا أردنا أن نستعمل هذه الكلمة بهذه المعاني بالمعنى اللغوي المجرد أو بمعنى مجازي أو بنحو من التساهل والتسامح في الاستعمال يمكننا أن نطلق ذلك على أب الفضل العباس صلوات الله عليه ولكن هذا الإطلاق قد يؤدي بالناس حينما يقولون الإمام الحسين والإمام العباس هذا الكلام ليس صحيحا ليس صحيحا من جهة عقائدية أن نساوي بين العباس والحسين العباس شيعي من شيعة الحسين له منزلة عظيمة جليلة هذا شيء آخر لكن لا وجه للمساوات بين الحسين والعباس وإذا أردنا أن نستعمل لفظة الإمام مع الحسين بالمعنى الحقيقي ومع العباس بالمعنى المجازي بالمعنى الذي نتساهل ونتسامح فيه أدبيا لا يجوز أدبيا لا أتحدث عن الأدب بمعنى الخلق أتحدث عن الأدب العربي فإن الواو العاطفة تساوي بين المعنيين فلا نستطيع أن نعطف المعنى المجازي على المعنى الحقيقي في موضع كهذا يسبب الشبهة العقائدية لدى الناس ولذا فإن النصوص التي وردت عن العترة الطاهرة تتحدث عن العباس لم يرد فيها هذا الوصف فحينما نصف العباس بأنه إمام إذا أريد المعنى الحقيقي فهذا ليس جائزا لأن المعنى الحقيقي للإمام خاص بالأربعة عشر وإذا أريد المعنى المجازي فإن الأئمة لم يستعمل ذلك وهذا سيسبب الشبهة عند الناس حينما يقولون الإمام الحسين والإمام العباس هذا الكلام ليس صحيحا ليس صحيحا من الجهة العقائدية وليس صحيحا من الجهة الأدبية اللغوية لكن إذا أردنا أن نتصور معنى الإمامة المجازية في العباس فإن منزلة العباس أعلى منها العباس له منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء في يوم القيامة جعفر وحمزة من الذين يغبطون العباس يوم القيامة وهما الشاهدان للأنبياء منزلة العباس منزلة عظيمة أما هذه المصطلحات والألفاظ لا بد أن نلتزم بالقواعد العقائدية وبالقواعد العربية البليغة هم الذين يقولون لنا أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء علينا حينما نتكلم معهم أو نتكلم عنهم أن نراعي قواعد البلاغة والفصاحة أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء الفصاحة ترفض هذا أعتقد أن صورة باتت واضحة نذهب إلى فاصل الرسالة من السويد ومن الأخ العزيز خليل أبو مجتبة يسأل عن رواية بحسب ما جاء في رسالته المكتوبة بخط اليد عن كتاب الواحي العوالم للجعف المراد من الجعف جابر ابن يزيد الجعف رضوان الله تعالى عليه قال جابر ابن يزيد الجعف قال لي مولاي العلي العلام جابر الجعف يحدثنا عن إمامنا السجاد وعن إمامنا الباقر وفي أكثر الأحاين فإن حديثه منقول عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال لمولاي العلي العلام يا جابر هل تعلم كيف تصلي علينا قلت أقول اللهم صلي على محمد وآل محمد قال يا جابر هذا ليس من قولنا بل قول الوضاعين علينا وما أرادوا بذلك إلا لإبعادكم عنا وعن حقنا أولم يصلي ربنا من قبل وذلك قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي قلت بلى وقدسك دلني على أمركم قال تقول اللهم صلني لمحمد وآل محمد وإن أردت الصلاة على مهدينا فقل اللهم صلني بمحمد وآل محمد فتلك صلاتك عليه وعلى أوليائه فإن بان وظهر وضع يده على رأسك ووصلك به فإن وصلك به وصلك بنا وأوصلك لنورنا ثم يقول الأخ العزيز أبو مشتبى تم الحديث ويختم كلامه بهذه الملاحظة علما أني لم أجد المصدر وإنما نقلته من صدور الماضي يسأل السائل في الرسالة عن هذه الرواية هذا الكتاب الواح العوالم للجعف لا نعرفه بين كتبنا أنا شخصيا لم أطلع عليه وإنما قرأت أحاديث نقلت عنه وسمعت أحاديث نقلت عنه الأحاديث التي قرأتها والأحاديث التي سمعتها بنفس هذه التعابير وبنفس هذه المضامين ما قرأته وما سمعته يخالف القرآن جملة وتفصيلا وهذه الرواية أيضا تخالف القرآن جملة وتفصيلا فهذا الكتاب ليس من كتبنا إنني أتحدث عن دين العترة الطاهرة لا شأن لي لا بسقيفتي بني ساعد ولا بسقيفتي بني طوس ولا بكل المجموعات والاتجاهات من الفرق الباطنية الضالة أتحدث عن دين العترة الطاهرة هذا الدين الذي ينضبط بقرآنها المفسر بتفسيرها وبأحاديثها المفهمة بقواعد تفهيمها فما خرج عن ذلك فما هو من دين العترة الطاهرة تحت أي عنوان فهذا الكتاب ما هو من كتبنا وإنني حين أقول هذا أقول هذا عن خبرة ودراية بكتب دين العترة الطاهرة لا أقول هذا القول جزافاً هكذا إنني أقول هذا القول عن تحقيق وتدقيق الرواية لم تبين لنا من هو الإمام الذي نقل عنه جابر الجعفي قال لي مولاي العلي العلام العلي العلام هذا يسأل جابر هل تعلم كيف تصلي علينا قلت أقول اللهم صلي على محمد وآل محمد وهذا هو الثابت والواضح والبديهي صريح الذي لا شك فيه قال يا جابر هذا ليس من قولنا هذا هو الذي ليس من قوله يا جابر هذا ليس من قولنا بل قول الوضاعين علينا هذا قول الوضاعين عليهم هذه الرواية من أقوال الوضاعين الذين وضعوا الحديث وحرفوا وكذبوا وما أرادوا بذلك إلا لإبعادكم عننا مع الخلل في اللغة العربية قد يعود الخلل إلى الراوي إلى الناقل إذا كانت هذه الرواية رواية وما أرادوا بذلك إلا لإبعادكم عنا وعن حقنا أولم يصلي ربنا من قبل وما علاقة هذا الموضوع بهذا الموضوع الله صلى على محمد وآل محمد فإذا صلى الله على محمد وآل محمد فيكون هذا الكلام اللهم صلى على محمد وآل محمد يكون من قول الوضاعين ما هذا الورا ما هذا السخف فإذا كان الله صلى على محمد وآل محمد يكون الكلام اللهم صلى على محمد وآل محمد من قول الوضاعين قلت بلى وقدسك هذه التعابير ليست معروفة في سيرة أئمتنا إنها السيرة التي نعرفها هذه التعابير موجودة في كتب الغلات ألا لعنة الله عليه من النصيريين والخطابيين والمغيريين والشعيريين وغيرهم ألا لعنة الله عليهم من أولهم إلى آخرهم ألا لعنة الله على أمواتهم وأحيائهم قلت بلى وقدسك دلني على أمركم قال تقول اللهم صلني لمحمد وآل محمد ماذا الهراء ماذا الهراء اللهم صلني لمحمد وآل محمد هذا التعبير تعبير ركيك جدا وإذا وإذا أريد من التعبير أن القائل حينما يقول اللهم صلني لمحمد وآل محمد أن يكون وصال فيما بينه وبينهم فهذا المعنى موجود في هذه العبارة اللهم صل على محمد وآل محمد والعبارة معناها أعظم وأوسع أتحدث عن الجهة البلاغية والأدبية هؤلاء لا يفقهون أسرار العربية وهذه المشكلة موجودة في الجو الإسلامي عموما عند السنة وعند الشيعة علماء السنة يعرفون البلاغة والأدب العربي الرسمي لأنهم هم الذين كتبوا ولكنهم كتبوا البلاغة العربية والأدب العربي الرسمي وفقا للغة البدو لو كانت لغة البدو مرضية عند الله لنزل القرآن بها لماذا نزل القرآن بلغة قريش لأن لغة قريش لم تكن بلغة البدو بينما كتب البلاغة وكتب النحو وكتب اللغة تعتمد على ما يقوله البدو عودوا إلى هذه الكتب على على ماذا تستند تستند على أمثال أو كلمات أو أشعار للبدو وليس لأولئك الذين يتكلمون بلاغة قريش التي نزل القرآن بها إننا حين نراجع كتب النحو وكتب اللغة وكتب البلاغ التي كتبها السنيون وهم يعرفون أسرار هذه الكتب اعتمدوا على أشعار لأناس مجهولين قال رجل من مزينة من هو هذا لا ندري وقال رجل من جهينة من هو هذا لا ندري أو أنهم ينقلون شعرا لشاعر كان لا يقرأ ولا يكتب وأشعاره ضاعت وهذا بيت لرؤبة ابن العجاج بدوي جهل بوال على عقبيه ما كان يحسن القراءة والكتابة ولا ندري هل كان جاعرا أو لا وأشعاره ضاعت أشعاره ضاعت علماء النحو هم يصنعون الأبيات ولذا الأبيات التي يستدلون بها وحتى في كتب البلاغة هي خلية من البلاغة الحقيقية أما علماء الشيعة فحالتهم سيئة جدا فهم لا يدركون البلاغة المحمدية العلوية ولم يستنبط أسرارها ولم يعتمد على أحاديث العترة لأنهم وضعوها جانبا ولا يحفظونها ولا تعايشوا معها ومراجع النجف وكربلاء هم أجهل الناس بأحاديث العترة كتبهم دالة على ذلك أحاديثهم مواقعهم الألكترونية فضائياتهم هذا الواقع الموجود على الأرض وأنا لا أتحدث في زاوية مظلمة إنني أتحدث عبر الأقمار الصناعية ببث مباشر بنحو علني واضح البلاغة هي في القرآن وأحاديث العترة الطاهرة ولا يستطيع المرء أن يستخرجها ما لم يعايش القرآن ويعايش أحاديثهم في ليله ونهاره وأن يكون باحثا ومدققا كي يصل إلى حقائق البلاغة في القرآن وفي كلامهم صلوات الله عليه وهذا موضوع كبير هذا موضوع كبير أتحدث أتحدث عن موقف الشخصي فأنا لا أعتمد لا على البلاغة التي يتحدث عنها علماء السنة ولا على البلاغة التي لا يعرفها علماء الشيعة حينما أحدثكم عن البلاغة العربية وعن أسرار لغة العربي وعن الأدب العربي إنني أعتمد حقائق التعبير القرآني وأمازجه مع أحاديث العترة الطاهرة ومن هنا أستل المعاني الأدبية والبلاغية فحينما أقارن هذا الهراء إنني أقارن هذا الهراء مع جواهري ولا آلي بلاغة علي وآل علي هذا هراء هذا الكلام هراء وهذا الكلام إذا كان له من معنى صحيح فهو داخل في الجملة الأصلية اللهم صلي على محمد وآل محمد اللهم صلني بمحمد وآل محمد هذا التعبير صحيح هذا التعبير صحيح لكنه داخل يمثل جزءا من معنى اللهم صلي على محمد وآل محمد اللهم صلني بمحمد وآل محمد هذا قد ورد في زيارة إمام زماننا إنها زيارة الندبة لا أتحدث عن دعاء الندبة أتحدث عن زيارة الندبة والتي قد يقال لها زيارة آل ياسين غير المشهورة إنه الجزء التاسع والتسعون من بحار الأنوار للمجلسي وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان نخاطب الإمام الحج في هذه الزيارة في صفحة الخامسة والتسعين يا وقاية الله وستره وبركته أغنني وفي بعض النسخ أغثني أغنني أدنني أدركني صلني بك ولا تقطعني فهذا التعبير وارد في الزيارة الشريفة وهذا لا يعني أن الرواية صحيحة إنما أقول هذا التعبير سليم أما هذا التعبير اللهم صلني لمحمد وآل محمد فهذا التعبير ركيك ركيك جدا لا يمكن أن يصدر عن شخص له أدنى إلمام بالبلاغة العربية هذه المضامين موجودة في العبارة اللهم صل على محمد وآل محمد الرواية من أولها إلى آخرها ركيكة من الجهة البلاغية والأدبية وبغض النظر عن هذه الجهة فإنها تعارض القرآن معارضة كاملة إذا ما ذهبنا إلى سورة الأحزاب وإلى الآية السادسة والخمسين بعد البسملة بعد البسملة إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ كَمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هذا هو معنى الآية السياق اللغوي والسياق الأدبي والسياق البلاغي يقتضي هذا المعنى إن الله وملائكته يصلون على النبي الله يصل على النبي الملائكة يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جاء التفريع هنا جاء التفريع بخصوص الصلاة على أن الله يصل على النبي على أن الملائكة يصلون على النبي فيأتي التفريع يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا حتى لو أن الآية ما قالت صلوا عليه لو أن الآية قالت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا وَسَكَتَتِ الْآيَةِ المراد صلوا على النبي هذا هو المراد لأن الكلام من بعد قول الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي جاء مفرعا على ما تقدم من الآية فلابد أن تكون الصلاة الصادرة مننا على النبي نصلي على النبي اللهم صلي على محمد وآل محمد الغُلَاتُ هَا أُولَى حَمِيرٌ حَمِيرٌ يَتَوَقَّعُونَ مِنْ أَنَّهُمْ لَوْ فَعَلُوا هَذَا فَإِنَّهُمْ قَدْ ذَكَرُوا مَعْنًا أَعْمَقَ مِمَّا جَاءَ فِي الْآيِّةِ حَمِيرٌ هَا أُولَى حَمِيرٌ لَا يَفْقَهُونَ القرآن ولا يعرفون أسرار البلاغة العربية ويخرجون هذا الهراء هذا هراء هراء في هراء في هراء اللهم صلي على محمد وآل محمد إذا أردنا أن نتحدث عن أعمق معانيها فإننا لا ندرك معناها لا ندرك معناها أنا لا أتحدث هنا عن الصياغة اللغوية ولا أتحدث هنا عن الصياغة البلاغية إنما أتحدث عن الصياغة المعرفية العميقة لهذه العبارة هذه العبارة تتحدث عن من؟ تتحدث عن الله وعن محمد وعن آل محمد وعن شيء فيما بينهم كيف أعرف ذلك؟ كيف أعرف ذلك؟ أنا لا أتحدث عن البعد اللغوي البعد اللغوي يمكنني أن أتحدث عنه ولا أتحدث عن البعد البلاغي البعد البلاغي يمكنني أن أتحدث عنه ولا أتحدث عن ما ورد في الروايات التي جاءت بلسان المدارات هناك روايات كثيرة وردت بلسان المدارات نستطيع من خلالها أن نفهم شيئا من معنى اللهم صل على محمد وآل محمد فأنا لا أقصد هذا أنا أقصد الدلالة المعرفية العميقة لهذه العناوين اللهم صل على محمد وآل محمد اللفظة الوحيدة في لغة العرب حينما نناديها نرسق بها حرف الميم اللهم تعني يا الله اللفظة الوحيدة في لغة العرب حينما نناديها نستطيع أن نستبدل حرف النداء بحرف الميم اللهم هذه الميم المشددة هي الميم المشددة الموجودة في قلب لفظة محمد هذه رمزية عميقة اللهم صل على محمد وآل محمد محمد هو الفاتح وهو الخاتم هذه الجملة مجمع أسرار المعرفة الإلهية لا نستطيع الإحاطة بها وهؤلاء الثولان يعبثون بها هؤلاء الحمير من الغلات هذه أحاديث الغلات الذين يحرفون الألفاظ والجمل البليغة بطريقة يتصورون أنهم يتحدثون عن معنى أعمق هؤلاء حمير حمير بتمام معنى الكلمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الله يصلي على محمد وآل محمد الملائكة يصلون على محمد وآل محمد والمؤمنون يصلون على محمد وآل محمد لا أريد أن أتناول لا أريد أن أتناول بقية الآيات التي تتحدث عن الصلاة لأن الوقت يجري سريعا وأحاول أن ألخص المطلب هذا الكافي هذا الكافي وأنا أقول للسائل ولغيره إذا أردتم دين الحجة بن الحسن وحق الحجة بن الحسن هنا في هذا الكتاب إذا أردتم دين الحجة بن الحسن وحق الحجة بن الحسن دين الحجة بن الحسن في هذا الكتاب في كتاب الكافي وهذا الكلام وهذا الكلام أقوله في هذه اللحظة وإلى آخر لحظة من لحظات حياتي دين الحجة بن الحسن في هذا الكتاب في كتاب الكافي هذا الجزء الثاني من الكافي للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران هذا العنوان باب الصلاة على النبي محمد وأهل بيته اللهم صل على محمد وآل محمد على سبيل المثال الحديث العاشر بسنده بسند الكليني عن صفوان الجمال عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه كل دعاء كل دعاء يدعى الله عز وجل به محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وآل محمد كل دعاء بل كل شيء بل كل شيء وما الدعاء هنا إلا مصداق كل دعاء يدعى الله عز وجل به محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وآل محمد الحديث السادس بسنده بسند الكليني عن أبي بصير عن الصادق صلوات الله عليه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثر الصلاة عليه أكثر أكثر الصلاة عليه هذه كلمات الصادق وحق جبين صادق هذه كلمات الصادق وحق رأس الصادق أما هذا الهراء هذا هراء الغلات هناك الكثير من الأحاديث من مثل هذه الرواية المكذوبة على العترة الطاهرة تنتشر في الأوساط الشيعية الدين خذوه من الكافي هذا هو دين الحجة ابن الحسن أعرضوا الروايات على الكافي هل يقبلها الكافي؟ إذا قبلها الكافي فأخذوا بها قطعاً أتحدث هنا بمعنى إجمالي لا أتحدث بمعنى تفصيلي كي أبين لكم أهمية كتاب الكافي وإلا فإن القاعدة الأم أن نعرض على القرآن لكنني أريد أن أبين فضل هذا الكتاب الصادق يقول إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثر الصلاة عليه نصلي عليه لا نقول هذا الهراء اللهم صلني لمحمد وأهل محمد مسخرة هذه التعابير مسخرة فأكثر الصلاة عليه فإنه من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ولم يبق شيء مما خلقه الله إلا صلى على العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكته فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله منه ورسوله وأهل بيته اللهم صلي على محمد وآل محمد الحديث السابع عشر بسنده بسند الكليني عن عبد السلام ابن نعيم قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إني دخلت البيت المسجد الحرام إني دخلت البيت ولم يحضرني شيء من الدعاء إلا الصلاة على محمد وآل محمد كان يردد هذا الهراء الذي جاء في هذه الرواية إني دخلت البيت ولم يحضرني شيء من الدعاء إلا الصلاة على محمد وآل محمد ماذا قال له الصادق صلوات الله عليه أما إنه لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت به فهذا هو الذكر الأكبر هذا أعظم الذكر اللهم صل على محمد وآل محمد نذهب إلى فاصل الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان وهو كتاب متوفر في البيوت الشيعية هناك هذا العنوان الصلاة على الحجج الطاهرين هذه رواية قطعية 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 الصدور عن إمامنا الحسن العسكري الصلاة على رسول الله الصلاة على أمير المؤمنين وهكذا إلى إمام زماننا إنها الصلوات على الأئمة المعصومين الأربعة عشر وهذا دليل من الأدلة الواضحة على إمامة فاطمة الصلاة على رسول الله الصلاة على أمير المؤمنين الصلاة على فاطمة وهكذا فكل إمام من الأئمة الأربعة عشر هناك صلاة خاصة به مضمونها الأول والأخير اللهم صلي على محمد وآل محمد وماذا نقرأ في القول البليغ الكامل هذا هو القول البليغ الكامل إنها الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا نقرأ فيها وجعل صلاتنا عليكم صلاتنا عليكم إننا نقول اللهم صل على محمد وأهل محمد ولا نقول هذا هذا السخف اللهم صلني لمحمد وآل محمد ماذا السخف وَجَعَلَ اللهم صلِّي على محمد وآل محمد هذه الجملة مجمع أسرار هذه الجملة تشتمل على الأسماء التالية الله محمد آل محمد آل محمد آل محمد الجملة هؤلاء من النصيريين ومن أمثالهم أو من بعض الشيعة الذين لا يفقهون دين العترة يعجبون بمثل هذه الأحاديث وينصبون أنفسهم على أنهم علماء على أنهم عارفون بالحقائق ويضحكون عليكم ديننا في منظومة الزيارات التي نعرفها ديننا في منظومة الأدعية التي نعرفها ديننا في كتبنا الأصلية في الكافي وأخوات الكافي وقاعدة المعلومات القرآن القرآن هو قاعدة معلوماتنا ما عارض القرآن لا يساوي فلسا ممسوحا ما عارض القرآن فهو باطل فهو زخرف لا قيمة له هذه كلماتهم كلمات رسول الله وآل رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعتقد أن صورة باتت واضحة وجليا وجليا الرسالة التي بعدها من العراق الرسالة الرسالة في أجواء المجالس الحسينية أقرأها عليكم لأنها تتناول موضوعا يراه الكثيرون مهما السائل يقول عندي سؤال حول مجالس الشور هذه المجالس معروفة في الأوساط الشيعية مجالس الشور للذين لا يعرفونها من مشاهدي هذا البرنامج كلمة الشور كلمة فارسية وليست عربية فأصل المجالس هذه وردت إلى العراق وغير العراق من المناطق الشيعية وردت من إيران المراد من مجالس الشور هي مجالس الحماس مجالس العاطفة المشتعلة المتهيجة هذا هو المراد من مجالس الشور تنتشر هذه المجالس في العراق في السنوات الأخيرة ومثل ما قلت لكم جاءت للعراق من إيران الكثير من الشباب الحسيني يحبون هذه المجالس لها طريقة معينة في اللطم وفي إظهار حزن أصحاب العزاء هي هذه المجالس التي يسأل السائل عنها عندي سؤال حول مجالس الشور كثر القول حولها وهي منتشرة الآن في العراق بشكل غير مسبوق والقصائد التي تكون في مجالس الشور بحسب تجربتي والتي يلقيها رواديد معينون ما بين قوسين سيد سلام الحسيني موسى الشغانبي ومحمد باقر الخاقاني نحس فيها بطعم ثقافة الكتاب والعترة قصائد تحث على الشهادة الثالثة وقصائد تحث على حديث أهل البيت وعقائدهم الأصيلة وتربط المؤمن بإمامه وحب مواليه سادة الخلق محمد وآل محمد بالإضافة إلى الجزع الموجود داخل تلك المجالس والدمعة الصادقة التي فيها والتي تكون بدون رياء وبإطفاء الأضواء والجزع بدون حساب أي حسابات للمظاهر والأمور الأخرى هذه المجالس الطوسيون يقولون بحرمتها أو بكونها تسيء إلى آل محمد والسبب برأيهم هو الذكر كلمة حسين التي تكون بهيئة معينة ويقولون إنها إساءة إلى سيد الشهداء وإنها مجالس غلوب وعلى قاعدة الصواب في خلافهم وهذه القاعدة ربما لا يكون استعمالها دقيقا هنا على أي حال وعلى قاعدة الصواب في خلافهم فنحن نقيم تلك المجالس ولا نأبه بهم ولا نأبه بالطوسيين ولكن ما لفت نظري هو أن قناة القمر لا تبث قصيدة من قصائد الشور والذي جعلني أتساءل هل هناك إشكال في تلك المجالس من وجهة نظري دين العترة الطاهرة وفي ضوء حديث أهل البيت عليهم السلام أرجو توضيح الموضوع وخصوصا الحكم الشرعي لتلك المجالس وكذلك العزاءات التي تدخل إلى حرم المعصوم صلوات الله عليه والتي تكون بهيئة معينة على طريقة أهل الشور من تطيين ولطم على الرؤوس وصيحات باسم سيد الشهداء وضجيج وعجيج نتمنى استدلالا من حديث العترة حول الموضوع إلى آخر الرسالة مجالس الشور كبقية المجالس الحسينية لا يوجد فارق فيما بينها وبين سائر الشعائر الحسينية الشعائر الحسينية بكل تفاصيلها نشاط إنساني النشاطات الإنسانية يختلط فيها الصواب والخطأ ويختلط فيها في بعض الأحيان الحق والباطل ولا يكون هذا بقصد سيء لأن الشعائر الحسينية لم ترد نصوص معصومية بتفاصيلها هذا أمر متروك للناس الناس أحرار يعبرون عن عواطفهم يعبرون عن عقائدهم بالطريقة التي يجدونها مناسبة بشرط ألا تصطدم بالأحكام الشرعية الدينية النصوص الشريفة تحدثت عن إظهار الجزع إظهار الجزع لا نستطيع أن نصوره بصورة واحدة الأمر يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن قوم إلى قوم بالإجمال ما نعرفه من الشعائر الحسينية والتي تقام على أرض الواقع في العراق أو في إيران أو في دول الخليج في المناطق الشيعية بشكل عام في كل مكان من العالم حيث يتواجد هناك شيعة الشعائر الحسينية هي نشاطات إنسانية قد يوجد فيها خطأ هنا عيب هناك مخالفة شرعية في بعض الأحيان هذا هو النشاط الإنساني الواجب على الحسينيين أن ينق هذه الشعائرة بقدر ما يستطيعون من المخالفات الشرعية إن وجدت من الأخطاء والعيوب الاجتماعية أو الأخلاقية أو الأدبية إن وجدت وإلا فإن الشعائر الحسينية بكل تفاصيلها بما فيها مجالس الشور التي ورد السؤال عنها هي أفضل ما عند الشيعة وإذا فإن شياطين النجف يبحثون عن أي ثغرة وعن أي نقطة ضعف لأجل لأجل يهاجموا الشعائر الحسينية يجدونها متنفسا لهم لأنهم لا يستطيعون أن يحاربوا الشعائر الحسينية بنحو مباشر هذا يؤثر على مرجعياتهم أتباعهم أتباعهم لا يصدقون أنا لا أحدثكم من فراغ أو من خيالات أنا جزء من هذا الواقع الحوزوي وجزء من هذا الواقع الحسيني وأنا مطلع على الكواليس وما يجري فيها وذول السرابيث أعرفهم وجه قفة خلاصة الكلام مجالس الشور كبقية المجالس الحسينية لكنني أقول لأخوتي لأبنائي الذين يقومون بهذه المجالس إذا كان هناك من خلل فصححوا هذا الخلل كي تقطعوا ألسنة الطوسيين وإن كانوا لن يسكتوا سيبحثون عن ثغرة أخرى نحن نعرفهم كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية الميت ميتي وأعرفه كلب ابن كلب هذا الميت ميتي وأني أعرفه أعرفه كلب ابن كلب فحاولوا أن تنقوا المجالس إن كان فيها بالنسبة لي شخصيا حضرت بعض هذه المجالس لكنني لا أستطيع أن أقيم كل المجالس لست مطلعا على تفاصيل كل المجالس حضرت بعضها وشاهدت بعضها على الإنترنت إنها مجالس كسائر المجالس الحسينية لا يوجد فيها ما يثير الانتباه ما يثير الانتباه من جهة إثارة الإشكالات الشرعية أما هذا الذي يرددونه من أنهم لا يقولون حسين وإنما يقولون سين سين فهذا الكلام ليس صحيحا بحدود ما طلعت عليه إنهم يسرعون في تلفظ كلمة حسين بحسب الطريقة التي يقيمون عزاءهم فيها هذا العزاء له طريقة معينة هناك سرعة في اللاطم وهناك سرعة في ترديد لفظة حسين في بعض المجالس لا تسمع كلمة النون بسهولة يقولون حسين 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 لكنهم يلفظون النون حسين حسين وللسرعة فإن نون لا تسمع فتلفظ الكلمة وكأنهم يقولون حسين هم يقولون حسين ولا يقصدون أن يلفظ الكلمة هكذا ولكن السرعة في اللفظ للذي لا يدقق في الاستماع فيسمع أن الكلمة حسين وليس حسين أو أنهم يلفظونها بطريقة أخرى حسين 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 لكثرة ترديدهم لللفظة وبسرعة فكأن حرف الح يغيب لكنني حينما كنت أدقق في الاستماع فإنني أسمعهم يقولون حسين إن كان في المجالس التي حضرتها أو كان في المجالس التي اطلعت عليها وكما قلت إنني لا حضرت كل المجالس ولا شاهدت عبر الإنترنت كل المجالس أيضا لكنني أعتقد أن الأمر هو هو إذا كان هناك من يتلفظ سين سين متقصدا ويقصد بهذا الحسين فهذه إساءة أدبية القطع لكنني لا أعتقد أن هذا موجود لا أعتقد أن أحدا من الذين يحضرون في مجالس الشور ويشاركون فيها يتلفظ هذه الكلمة سين سين من دون الحاء وهو يقصد بذلك الإمام الحسين إذا كان هذا موجودا هذه إساءة أدبية على أخوتي وأبنائي في هذه المجالس أن يتجنبوا ذلك أن يتجنبوا ذلك فحذف حرف من اسم الإمام المعصوم فيه إساءة أدب إنك تتحدث مع شخص آخر إذا كنت تتحدث مع الحسين فالحسين حاء سين ياء نون أما أن تسرع في اللفظ فلا إشكال في ذلك ولكنك تتلفظ اللفظ الصحيح فلا إشكال في ذلك البعض لا يدقق في الاستماع تلك مشكلته تلك مشكلته وليس عليك من مشكلة المشكلة إذا كنت قاصدا أن تقول حسى من دون النون أن تقول حسى من دون النون أو أن تقول سين من دون الحاء إذا كنت تقطع حرفا من اسم الإمام من أوله أو من آخره فهذه إساءة أدب وفي مجالسه في مجالس عزائل إذا كان هذا الاشتباه وهذا الخطأ موجودا في بعض المجالس عليهم أن يبادروا إلى تنظيف مجالسهم من هذه الأخطاء ومن هذه الاشتباهات وأنا لا أعتقد بوجود هذا أنا لا أعتقد بوجود هذا لكنني لا حضرت كل المجالس ولا شاهدت كل المجالس التي تبث على الشبكة العنكبوتية إلا أن الأمر واضح بسبب كثرة ترديد الاسم وبسبب السرعة فإن المجالس تقام بهذه الطريقة المستمع إذا لم يدقق في الاستماع فإنه إما أن يسمع اسم الإمام بهذه الطريقة حسى من دون نون أو أن يسمع سين من دون حاء المشكلة ليست في المجالس المشكلة في الذين لا يدققون الاستماع وفي الحقيقة المشكلة في الطوسيين أنفسهم الذين يبحثون عن أي عيب في المجالس الحسينية المجالس الحسينية لا تخلو من عيوب إنها نشاطات بشرية الصلاة الواجبة الصلاة الواجبة أصحاب العمائم من الطوسيين الذين تنقل صلواتهم عبر البث المباشر لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة لا يحسنون قراءة صلواتهم وقد عرضت ما عرضت في برامجي من هذا وهذا الأمر ليس خاصا بشخص هذه ظاهرة عامة في أصحاب العمائم لا يحسنون قراءة صلاتهم وأنا لا أتحدث عن مثال أو مثالين عرضتهما عبر شاشة التلفزيون أنا جزء من هذا الواقع أنا جزء من هذا الواقع ما صليت ما صليت منذ صغري وأيام شبابي وراء معمم وكنت أسمع قراءته إلا وكان يخطئ في القراءة لكن أنا صليت خلف أئمة جماعة ما كنت أسمع ما يقولون لأن الصلاة كبيرة وكنت أصلي في الصفوف الأخيرة فلا أدري هل كانوا يقرؤون بنحو صحيح أم أنهم لا يقرؤون بنحو صحيح والذي أعتقده من أنهم في الأعم الأغلب لا يقرؤون القراءة الصحيحة فلماذا لا تصححون صلواتكم هذه الصلوات جاءت بنصوص عن المعصومين فلماذا تبترون ذكر علي من هذه الصلوات يا أيها الطوسيون يا أيها الطوسيون لماذا تحاربون الشعائر الحسينية يا أيها الطوسيون لماذا لا تنظف حوزة النجف من ظاهرة اللوات حوزتكم مليانة أفروخ فرخشية وأنتم تعرفون هذا والنجفيون يعرفون هذا وأصحاب العمائم يعرفون هذا لماذا لا تنظفون حوزتكم حوزتكم أنشغلوا بتنظيف حوزتكم واتركوا الشعائر الحسينية لأهلها نظفوا الحوزة من اللوات نظفوها من اللوات ونظفوا مكاتبكم من الزنا تحت عنوان زواج المتعة نظفوا مكاتبكم من الزنا حالات زنا ولا ينطبق عليها عنوان المتعة نظفوا مكاتبكم من الزنا أتحدثوا عن المكاتب في النجف وغير النجف نظفوا مكاتبكم من ظاهرة الزنا ونظفوا حوزتكم من ظاهرة اللوات وطلعوا ذول الفروخ الفرخشية من الحوزة وبعد ذلك عودوا وابحثوا عن الإشكالات التي تجدونها في الشعائر الحسينية نذهب إلى فاصل وكذلك العزاءات التي تدخل إلى حرم المعصوم صلوات الله عليه والتي تكون بهيئة معينة على طريقة أهل الشور من تطيين ولطمن على الرؤوس وصيحات باسم سيد الشهداء وضجيج وعجيج هذه الأمور هي من أساليب التعبير عن الحزن عن إظهار الجزع عن إقامة الشعائر الحسينية قولوا ما شئتم نحن هكذا نقرأ في دعاء الندبة إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وهذا الدعاء مروي مرة عن إمامنا الصادق ومرة عن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين بعد أن رحل نبينا الأعظم عن هذه الدنيا لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة ألا لحنة الله عليها والأمة مصرة على مقته على مقته رسول الله مقته على عدائه إنه الحسد القاتل الذي قتل أولئك اللعناء في سقيفة بني ساعد والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي جرى هذا على آل محمد وعلى شيعتهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي ألا تلاحظون البلاغة والإنسياب الأدبي الجميل قارنوا بين هذه البلاغة وبين الهراء الذي كنت أقرأه مكذوبا على جابر الجعفي قبل قليل فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولة وليخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم وإياهم فليندوا بالنادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح هذا كله ضمن العجيج صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين أعلام الدين أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية إلى آخر ما يأتي في دعاء الندبة الشريف أن تكون مضامين العزاء مستندة إلى ثقافة العترة الطاهرة يا أيها الحسينيون مراراً مراراً ومراراً أقولها يا أيها الحسيني أعرف ثم أخدم ولا تبالي لا بالطوسيين ولا بغيرهم لكن إذا كانت خدمتك عن غير معرفة ستكون مسخرة ومضحكة للطوسيين السفلة السفهاء ولغيرهم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندوا بالنادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين عودوا إلى هذه الأدعية وإلى هذه الزيارات وارسموا شعائركم الحسينية وفقاً لهذا المنطق نحن بحاجة إلى ضجيج وبحاجة إلى عجيج طينوا أنفسكم ولكن بطريقة لا تجعلون الآخرين يستهزئون بكم طينوا أنفسكم هذا أمر يفعله المحزون المحزونون يفعلون هذا الأمر في الماضي وفي الحاضر ولكن بطريقة لا تجعلوا الطوسيين يستهزئون بكم ويضحكون عليكم إمامنا الصادق في دعائه لزوار الحسين وهو ساجد وكان يبكي الإمام ويدعو وهو يقول اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم على زوار الحسين اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينهم ذلك عن الشخوص إلينا خلافاً منهم على من خالفنا فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله الحسين وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا نحن بحاجة إلى صراخ وإلى ضجيج وإلى عجيج وإلا فإن الطوسيين وأمثالهم سيقضون علينا سيقضون على الشعائر الحسينية الرؤوس أما عوام الطوسيين لا يعلمون الحقيقة هؤلاء مسخرتهم مسخرتهم لا يعلمون الحقيقة وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى ترويهم على الحوض يوم العطش الأكبر نحن بحاجة إلى صراخ بحاجة إلى ضجيج وعجيج كي نصل صوت الحسين صلوات الله وسلامه عليه وسلامه وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا نحن نقرأ في كامل الزيارات وقد قرأت ما قرأت من دعاء إمامنا الصادق لزوار الحسين من كامل الزيارات وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران في الباب السادس والعشرين إنه الحديث السابع في الصفحة الخامسة والثمانين حديث طويل عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق يقول لأبي بصير يا أبا بصير إن فاطمة لتبكيه وهي في عالم الملكوت إن فاطمة لتبكيه وتشهق وتشهق بكاء وشهيق رواية طويلة إلى أن يقول الصادق لأبي بصير يا أبا بصير أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة فبكيت حين قالها فما قدرت على النطق وما قدر على كلامي من البكاء لأن الإمام يستحضر هذه الصورة يا أبا بصير إن فاطمة لتبكيه وتشهق كيف تنسى شاعر عراقي شيعي يخاطب صاحب الأمر كيف تنسى كيف تنسى شحقة الزهراء يشير إلى هذا المعنى في هذه الرواية كيف تنسى كيف تنسى يا بقية الله كيف تنسى شحقة الزهراء يا ثارا ويا نارا ويا نورا مبين ثم يقول يخاطب إمامه لست تنسى لست تنسى لست تنسى شحقة الزهراء يا ثارا ويا نارا ويا نورا مبين مجالس الحسين نحتاج فيها إلى ضجيج وعجيج وإلا فهناك من سيقوم بخنقها إنهم يحاولون الأحزاب القطبية اللعينة والمرجعيات البترية اللعينة تحاول خنق هذه الشعائر بمختلف الأساليب تحت عنوان رعاية الأحكام الشرعية واللواط موجود في مكاتبهم وفي حوزاتهم اللواط والزنا لماذا لا تنظف حوزاتكم من هذه المظاهر الفاسدة وترك الناس في شعائرهم الحسينية يفعلون ما يريدون هذه هي الدودة التي حدثتكم عنها في حلقات سابقة دودة الأغايون هذه نذهب إلى فاصل أما ما جاء في الرسالة نفسها من أن قناة القمر لا تبث قصيدة من قصائد الشور والله هذه مشكلة لو أننا نستطيع أن لا نبث القصائد الحسينية لفعلنا لكننا لا نمتلك بديلا أكثر القصائد الحسينية حتى التي نبثها أكثر القصائد الحسينية إن لم إن لم يكن الأمر جارياً على كلها أكثر القصائد الحسينية نظمت بطريقة تتعارض مع منهج العترة الطاهرة المشكلة في الشعراء الشعراء يعتمدون على عواطفهم وعلى صور شعرية تتعارض مع عقيدة العترة الطاهرة أو على منظومة معلومات يستندون فيها إلى الثقافة الطوسية لأن الشعراء طوسيون وإلا فإن القصائد التي تبث أتحدث عن موقفي الشخصي منها فإنني لست مقتنعاً بها لكننا لا نجد بديلاً مثلما نقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة مع التحريف الموجود فيها لأن هذا هو المتوفر لدينا وهذا ما هو بغريب على منهج العترة الأئمة التزموا بالتعريخ الهجري المحرف وأمرونا أن نقرأ القرآن بالقراءة المحرفة الواقع يفرض نفسه علينا نحاول أن نتفلت منه بقدر ما نستطيع الذي أتمنى أن الشعراء الحسينيين أن يتعلموا ثقافة العترة وبعد ذلك ينظمون الشعر لكن الموجود على أرض الواقع هناك شعراء يعتبرون أنفسهم من العلماء وهم دماغسيزية لا فهم ولا علم وهناك شعراء دلالون يعرضون القصائد هذه القصيدة بخمسين دولار وهذه القصيدة بمئة دولار لما يأتي الرادود يقولون له من أي سعر تريد من القصائد ذات الخمسين دولار أو من القصائد ذات المئة دولار أو من القصائد ذات المئتين دولار أنا لا أحدثكم عن خيال أنا ابن هذا الواقع الحكاية مرة مرة وهؤلاء أنفسهم لا يملكون ثقافة العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل الأذان النجفي وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل الحديث حياكم الله كنت أحدثكم قبل الفاصل عن الشعراء في أجوائنا الحسينية وقلت هناك من الشعراء من يعتبر نفسه عالما علامة وهو دماغسيس ما يروح يتعلم وإذا واحد يعلمهم ما يتعلم دماغ سز أحمار ويشوف نفسه ماك واحد أفهم من عنده هذا موجود في الأجواء الحسينية وهناك من فتح بسطياً فتح لبسطياً يبيع القصائد كل قصيدة بكذا من الدولارات وهناك من يعبد عجلاً من العجول وهناك من ينظم شعراً بحسب ما يمشي أمره أن يكون مقبولاً عند فلان وفلان وهكذا وهناك من يجعل نفسه عارفاً بمقامات أهل البيت وهو دماغسيس أيضاً كل شيء ما يفتهم ويقوم يجيب ويخرط في قصائد الشور أو في غير قصائد الشور أنا أتحدث عن واقع منتشر وعن ظاهرة عامة ولذا نحن مضطرون إلى بث بعض القصائد مع أنني شخصياً لست مقتنعاً بها بعض أبياتها جميلة صحيحة ولكن فيها ما فيها من عيوب في أبيات أخرى والسبب كما قلت لكم السبب أن الشعراء يستندون إلى ثقافة طوسية الثقافة الطوسية ثقافة متنافرة ومتعارضة مع الذي يريده إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أنا لا أريد أن أعطي دروساً في الشعر هنا لكنني أقول للذين يبحثون عن ثقافة سليمة عودوا إلى برنامج الخاتمة عودوا إلى برنامج الخاتمة وادرسوا دراسة أخاطب الشعراء وادرسوا دراسة مجموعة حلقات أعرف إمامك هذه عقيدة العترة الطاهرة إنها نقية إنها نقية تماماً نقاء من قذارات مراجع حوزة النجف وكربلة من المذهب الطوسي اللعين هذه عقيدة العترة الطاهرة مجموعة حلقات أعرف إمامك وبعد ذلك اذهبوا إلى مجموعة حلقات هذا هو الحسين وبعد ذلك عودوا إلى برنامج ويسألون عن الطفوف وأسرارها ادرسوا هذه الحلقات دراسة دقيقة وانظموا الشعر وفقاً لهذه الثقافة وحينئذ سترون أن شعركم سيكون بثوب جديد وصورة جديدة إنها ثقافة العترة الطاهرة فليس عندنا من مشكلة مع قصائد مجالس الشور إنما المشكلة مع كل القصائد وما نعرضه لسنا مقتنعين به إنما هي الحاجة والضرورة فليس هناك من بديل عندنا وهذه قناة فضائية لابد أن تكون المواد المعروضة متنوعة وإلا فلماذا نحن نعمل في قناة فضائية إذا لم تكن هناك من مواد متنوعة وهناك أصوات مختلفة حينئذ ستكون هذه القناة جافة إلى أبعد الحدود الضرورة هي التي تدفعنا إلى ذلك لكن إذا ما تغير الشعر الحسيني وفقا لثقافة العترة الطاهرة فإن الحديث يكون بنحو آخر هذا ما يرتبط بالرسالة التي جاءت بخصوص مجالس الشعر رسالة أخرى من كربلة ومن أحد المشايخ الفضلاء في أجوائها الحوزوية أقرأ الرسالة مثل ما وردت لي ذكر سماحتكم في إحدى الإجابات حول رؤية الهلال أن الآيات والروايات مع وحدة الأفق وهو الذي يتبناه معظم الفقهاء باستثناء السيستاني المخالف لهم فالخوئي مع وحدة الأفق بشرط غريب لا أدري من أين أتى به وهو الاشتراك بجزء من الليل وهذا الشرط يضرب وحدة الأفق حيث استفاد من هذا الشرط محمد رضا السيستاني بضرب ما ذهب إليه الخوئي وأشكل عليه أما الشيخ محمد السند فلا يضع هذا الشرط فأينما تثبت الرؤية للهلال في العالم يثبت عنده الهلال ويعلن ذلك وخصوصا أنه يمتلك علاقات واسعة بالكثير من الثقات في أفريقيا والأمريكتين فهنا نسأل لماذا قناة القمر تعتمد بيان السيستاني في ثبوت الهلال مع أنه مخالف للكتاب والعترة ولا تعتمد بيان الشيخ محمد السند مع أنه موافق للكتاب والعترة أنا شخصيا لا أعتمد لا على بيان السيستاني ولا على بيان غيره لأنني أساسا لا أثق بهؤلاء المراجع مطلقا بالنسبة لوحدة الأفق فهذا هو الأمر الذي دلت عليه الآيات والروايات والعقل والواقع والعلم المعاصر أيضا هذا أمر مفروغ منه ولا أريد أن أتحدث فيه الكرة الأرضية أفقها واحد بحسب آيات القرآن الواضحة بحسب الروايات والأحاديث والأدعية والزيارات التي ترتبط بهذا الموضوع وبحسب العقل والواقع وبحسب العلم المعاصر فهذا أمر أنا لا أناقش فيه وليس عندي من شك فيه مطلقا الأفق الأرضي أفق واحد هذه القضية صارت واضحة ولا شأن لي بأن المراجع يقولون بهذا القول أو أنهم لا يقولون به لأنني لا أعبأ بأقوالي أكانت صحيحة أم لم تكن هم رجال وأنا رجل لماذا أبالي بأقوالهم أقوال يستنتجونها بأنفسهم وأنا أستتج أيضا بنفسي فأعتقد أن القضية في هذه الجهة واضحة أما أني أعتمد على بيان السيستاني إنني لا أعتمد على بيان السيستاني مطلقا ولم أعتمد بيانه أبدا ولا أعتمد بيان أي مرجع آخر من المعروفين المشهورين أو من غيره أساسا فإني لا أصدر بيانا في مسألة ثبوت رؤية الهلال أو في عدم ذلك أنا لا أصدر بيانا ولا أتحدث عن هذا الموضوع وقناة القمر الفضائية لا تصدر بيانا نحن لا نتدخل في هذا الموضوع لكن هناك تكليف شرعي شخصي يخصني وبما أنني أنا المشرف على هذه القناة فإن ما يثبت عندي سينعكس على هذه القناة هذا شيء طبيعي لا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يشكل علي في هذا وإلا فإني لا أصدر بيانا لا بنحو مطبوع ولا بنحو ملفوظ لا بنحو الفيديو ولا بنحو الأوديو ولا بأي اهتطريقة أخرى ولا نعلن على شاشة القمر من أن رؤية الهلال قد صحت أو أنها لم تصح ولا أعلن هذا كذلك على المواقع الألكترونية التي ترتبط بي وهي كثيرة على الشبكة العنكبوتية أنا لا أتدخل في هذا الموضوع لكنني لابد أن أشخص بداية الأشهر هذا أمر تكليفي تشريعي شخصي بالنسبة لي هنا في مدينة لندن بالنسبة لي مستحيل أحلي أن أستهل أو أن أتمكن من وضع برنامج لرؤية الهلال هناك مجموعة أمور منها ما يرتبط بظروف الشخصية والمكان الذي أقطن فيه ومنها ما يرتبط بعملي والتزامات ومنها ما يرتبط بالتلوث الفيزيائي والتلوث الضوءي والتلوث الكيميائي في أجواء لندن ومنها ما يرتبط بأن الأجواء في مدينة لندن وفي عموم المملكة المتحدة في أكثر الأحيان تكون ممطرة تكون غائمة تكون السماء ملبدة بالغيوم حاولت أن أضع برنامجا كي أتتبع رؤية الهلال هنا في مدينة لندن ما استطعت حاولت أكثر من مرة الإمكانات المتوفرة لدي لا تسمح لي بهذا وكذلك العوائق العوائق الجوية عوائق التلوث الضوءي والتلوث الفيزيائي والكيميائي إلى غير ذلك من الأمور مجموعة المعطيات ومجموعة الظروف التي تحيط بي تجعل متابعة رؤية الهلال بالنسبة لي هنا في مدينة لندن مستحيلة ولا توجد جهة لا في مدينة لندن ولا في المملكة المتحدة يمكنني أن أثق بها أو أن أعتمد عليها في هذا الموضوع إذن ماذا سأصنع في مثل هذه الحالة سألجأ إلى البحث القرائني وإلا لو ثبت عندي لو ثبت عندي وصدقت بهذا بأن أناسا رأوا الهلالة في أي بقعة في العالم فإني سأبني على هذا لأن الهلالة إذا رؤي في أي مكان من العالم هذا يعني أن الشهر الشرعية القمرية قد بدأ أعود إلى البحث القرائني ما هو البحث القرائني أنني أبحث في القرائن الممكنة التي أستطيع من خلالها أن أشخص بداية الشهر وأنا أعتمد على مجموعة من القرائن النوع الأول من القرائن إنني قد اتفقت مع بعض المؤمنين الذين أثق بهم أن يتابعوا الهلالة في أفق الكوفة لماذا؟ لأن الكوفة هي عاصمة عاصمة إمام زماننا إمام زماننا الحجة بن الحسن عاصمته الكوفة وهذا أمر بالنسبة لي أمر قطعي وأنا أعتقد به فالهلال فالهلال حينما يرى في الكوفة هذا يعني أنه قد ظهر الهلال في عاصمة إمام زماننا لو أنني أتمكن من رؤية الهلال هنا في لندن فإنني سأعمل على هذا لكن الأمر بالنسبة لي لا أقول فيه الكثير من الصعوبة إنه مستحيل حاولت وما نجحت في ذلك فلذا فإنني اتفقت مع بعض المؤمنين الذين أثق بهم أن يتابع لي رؤية الهلال في أفق الكوفة وأنا لا أبني على قولهم قلت هذه قرينة لأنني لست موجودا هناك هذه قرينة وهؤلاء الأخوة حينما يتفحصون في بعض الأحيان يرون الهلال وفي بعض الأحيان لا يرونه مع أن الهلال قد رآه آخر فهم لا تتوفر عندهم الأجهزة والإمكانات التي يحتاجونها لهذا الموضوع وإنما يعتمدون على خبرتهم الشخصية وإمكاناتهم الشخصية ولذا فإني أعد معلوماتهم عن هذا الأمر من جملة القرائن هذا النوع الأول من القرائن النوع الثاني إنني أتابع أخبار المراجع جميعا وأخبار الجهات والمؤسسات التي تتابع هذا الموضوع أتابع ماذا يقول السستاني وأتابع ماذا يقول الخامنئي وأتابع ماذا يقول سائر المراجع إن استطعت أن أعرف ما قالوا إن كانوا في النجف في كربلاء في قم في مشهد في أي مكان من العالم بحسب ما أستطيع ولذا في كثير من الأحيان أتأخر في تشخيص بداية الشهر إلى منتصف الليل أو إلى ما وراء منتصف الليل إلا إذا كان هناك اتفاق على رؤية الهلال يتفق الجميع على الرؤية أو أنهم يتفقون على عدم الرؤية حينئذ سيكون الكلام واضحا فإن الجميع قد اتفقوا على رؤيته أو أنهم اتفقوا على عدم رؤيته الكلام حينما يقع الاختلاف أتابع المراصد التي ترصد الهلال في العراق وفي دول الخليج أو في أي مكان آخر إنني أجمع المعلومات هذا النوع الثاني من القرائن النوع الثالث من القرائن المعلومات الفلكية فأنا لا أعتمد عليها ولا أبني عليها لكنني أنتفع منها كقرينة الفلكيون حينما يقولون من أن الرؤية مستبعدة أأخذ هذا بنظر الاعتبار بدرجة من الدرجات مع ملاحظة الواقع وملاحظة القرائن المتقدمة أو حينما يقولون من أن الرؤية ممكنة في الأماكن الفلانية وفي الأوقات الفلانية هذه هي القرائن التي أعتمدها إضافة إلى خبرة إلى خبرة طويلة في هذا المجال فهناك الأشخاص الذين اتفقت معهم وأنا أثق بإخباراتهم وهناك المتابعة لأقوال كل الذين يصدرون البيانات من مرجعيات أو مؤسسات أو مراصد وهناك أقوال الفلكيين إنني أجمع هذه المعطيات وبعد ذلك أصل إلى نتيجة بالنسبة لي تكون واضحة وواضحة جدا ومن خلال متابعة العملية لهذه الطريقة فإنني إلى الآن إلى الآن من وجهة نظري ما وقعت في مطب شرعي إلى هذه اللحظة لأعبع بما يقوله الآخرون لا شأن لي بهم فأنا لا أقوم بهذا لأجله أنا أقوم بهذا لتكليف الشرعي الشخصي ولذا لا أصدر بيانا ولا أتحدث عن هذا الموضوع لا في قناة القمر ولا على المواقع الألكترونية ولا في أي مكان ولا يصدر إعلان على قناة القمر ولا على مواقعنا الألكترونية بهذا الخصوص لكنني أشخص بداية الشهر لأجل تكليف الشرعي وكذلك لأجل أن ينتظم البرنامج في هذه المؤسسة الآخرون يريدون أن يتبعوا السستاني هم أحرار يريدون أن يتبعوا محمد السند هم أحرار لا شأن لي بالآخرين من الآخر أنا لا أثق بالمراجع لا أثق بالمراجع لا أثق بالمراجع لأنهم إذا كان عندهم من غاية من الغايات عندهم الاستعداد يكذبون 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 المراجع كذابون يكذبون ربما في أكثر الأحيان لا يكذبون في قضية رؤية الهلال حينما أقول هذا القول إنني أعتمد على تجربة علمية وأعتمد على خبرة عملية في الواقع الشيعي وأعتمد على معرفة بما يجري في الكواليس أنتم لا تعرفون ماذا يجري في الكواليس المراجع مراجع الشيعة عندهم الاستعداد أن يكذبوا في هذه القضية ونحن عايشنا مثل هذا أنا عايشت مثل هذا عايشت مثل هذا عن قرب مرة ومرتين يكذبون خصوصا حينما تكون هناك مصلحة لأجل مرجعياتهم لأجل زعاماتهم يكذبون وحق الحسين يكذبون نحن عايشنا هذا عايشنا هذا عن قرب المراجع يكذبون لا أقول دائما لكنني لا أثق بهم أنا لا أثق بهم وحتى الذين لا أحتمل أنهم يكذبون في هذا البيان الذي أصدروه أنا لا أثق بطريقة تحقيقهم في الموضوع فهم قد يعتمدون على أناس لا يكونون محلا للثقة بحسب خبرتي ذول المراجع مسخرة مسخرة أي زعطوط يجي يقدر يضحك عليهم مسخرة فحينما يعلن مرجع من المراجع من أن الهلالة رؤية مثلا في دولة أفريقية أو في الهند أو في جنوب شرق آسيا أو في البرازيل أو في أي دولة أخرى ربما هو لا يكذب لكنني لا أثق بطريقة تحقيقه مثلما لا أثق بطريقة تحقيقهم في تشخيص الروايات لا أثق بطريقة تحقيقهم في استنباط الأحكام الشرعية لا أثق بطريقة تحقيقهم في توثيق الرواة وعدم توثيقهم لا أثق بطريقة تحقيقهم في مسألة تشخيص رؤية الهلال فأنا لا أثق بأحد لا أثق بالسيستاني ولا أثق بغيره إذا كان التشخيص عندي يأتي مطابقاً لبيان السيستاني فهذا ليس اعتماداً على بيان السيستاني لأن الرؤية لم تثبت عندي ما ينقله محمد السند هو خاص به هو حر هؤلاء الأشخاص هو يثق بهم أنا لا أثق بهم أنا لا أعرف محمد السند يثق بأشخاص في أفريقيا أو في الإرجنتين أو في أي مكان من العالم هو حر هو حر ومسؤول عن نفسه هو يثق بهؤلاء الأشخاص أنا هؤلاء الأشخاص لا أعرفهم ولا أثق بهم ولا أعتمد على طريقته في التحقيق والتوثيق لا أثق بها أنا لا أثق بالمراجع ولا أثق بطريقتهم في التحقيق مثلما لا أثق بطريقتهم في التحقيق في العقائت ما هو العقل نفسه هذه عقولهم هي هي يحققون في العقائت فيذهبون إلى الضلال يحققون في استنباط الأحكام الشرعية فيأتوننا بأحكام تخالف فقه العترة الطاهرة بدرجة مئة بالمئة يحققون في الأوضاع السياسية فيأتوننا بالمواقف المهزلة والمسخرة يحققون في طبيعة الأشخاص الذين يوكلون إليهم المهام يطلعون فرخشية ولوطية وهذا الواقع له لا فش لا أنا أثق بذوله أنا لا أثق به هؤلاء المراجع يقدمون لنا أشخاصاً لإدارة البلد السيستاني السيستاني أو غير السيستاني أنا لا أتحدث هنا عن شخص بعينه لأن موقفي واحد من جميعهم ولا أبالي أن يقول لي قائل ومن أنت ومن أنا وأقول له ومن أنت أيضاً لكنني أتحدث عن واقع عايشته وأعرفه ذهل أن أعرفهم وجهه قفة وإنني لمطلع على ما يجري في الكواليس ولو حدثتكم لا تصدقون لا تصدقون أنتم مضحكة ومسقرة وذولا مجموعة شياب معتوهين يلعبون عليكم هذا هو الواقع الشيعي من الآخر فأنا لا أعتمد بيان السيستاني لا أثق به ولا أثق بطريقة تحقيقه ولا أثق بغيره من المراجع ولا أبالي بالمراجع لو ثبت عندي أن الهلال قد رؤية في أي بقعة من الأرض فإنني أبدأ بحسابي الشهر الشرعي لكن هذا مهثبت عندي فأنا أعتمد القرائنة التي ذكرتها قبل قليل أتابع الأمر حتى أصل إلى نتيجة أنا أطمئن لها شخصيا أو أنني أقطع بها وحينئذ لا أبالي بالآخرين هل كنت موافقا لهم أم كنت مخالفا لهم أنا أخالفهم في العقائد وفي الفقه فكيف أعتمد على أقوالهم في مسألة رؤية الهلال أو عدم رؤيته أنا أرفضهم جملة وتفصيلا وأبرأ من دينهم ولا أثق بكل ما يقومون به ولا أثق بأقوالهم ولا أثق بخبرتهم ولا أثق بالذين حولهم ولا أثق بالذين هم يثقون بهم ابتداء من السيستاني وانتهاءا بآخر واحد هذا هو موقفي الشرعي وأنا حر في موقفي الشرعي ولا أبالي ولا أبالي بأي أحد أيعجبه كلامي هذا أم لا يعجبه لكن الحقيقة هي هذه نذهب إلى فاصل وصلنا إلى نهاية الحلقة أتمنى أن تكون الإجابات نافعة ومفيدة وقت الحلقة انتهى نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أسئلة جديدة أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر